جدد سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية تأكيد مملكة البحرين على أهمية تكثيف الجهود بالتعاون مع المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل المؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وقد هنى سعادة مساعد وزير الخارجية دولة الإمارات العربية المتحدة على التوصل إلى الاتفاق الذي تم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لوقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية في خطوة تاريخية مهمة تخفض من حلدة التوتر وتعزز فرص السلام في المنطقة والشرق الأوسط جاء ذلك في كلمة مملكة البحرين التي وزعت في الاجتماع أثناء مشاركة مساعد وزير الخارجية نيابة عن سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الافتراضي للدورة العادية 154 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عقد اليوم عبر الاتصال الإلكتروني المرعي برئاسة معالي الدكتور رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية وبحضور معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وأوضح سعادته بأن الوطن العربية يواجه أخطارا عدة تفرض على الدول العربية ضرورة التضامن والتكاتف لمواجهة تلك الأخطار من أجل حماية دولنا ومقدراتنا ومصالحنا القومية والعمل سويا من أجل الدفاع عن سيادة واستقلال دولنا ورفاهية والزهار شعوبنا هو صيانة الأمن القومي العربي وفي مقدمة هذه الأخطار الإرهاب وتنظيماته المتطرفة التي لا تزال تعمل بدعم ومساندة وتمويل من دول وقوى أقليمية لزعزعة استقرار دولنا العربية وأبت فكر التطرف والغلو والتعصف في مجتمعاتنا المسالمة المتعايشة ما يتطلب جهدا مضاعفا وعملا دعوبا لمكافحة والتقاء شرها وأما بشأن التدخلات في الشؤون الداخلية في شؤون الدول العربية فقد استنكر سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري تهديدات إيران لاستقرار أمن المنطقة مشيرا بأن التدخل الإيراني يجري بشكل سافر وخطير في عدد من الدول العربية عبر دعمها المتواصلين للتنظيمات الإرهابية وتمويلها وتدريب عناصرها وتسليحها بأشد أنواع الأسلحة فتكا وقتلا ودمارا وأن بينها حزب الله وجماعة الحوثي الإرهابيتين مشيرا في هذا الصدد إلى الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة التي دابت ميليشيات الحوثي الإرهابية على أطلاقها لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان في المملكة العربية السعودية الشقيقة دعيا إلى ضرورة اتخاذ موقف عربي حازم من تجاه هذه التهديدات الإيرانية المستهجنة كما أوضح سعدتها أن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية قد توسعت وتكشفت مقاصدها فتركيا تعتدي وتحتل أجزاء واسعة من الأراضي العربية السورية داعمة الفصائل الإرهابية المتطرفة بالعتاد والسلاح وتواصل بشكل مستفز الاعتداء عسكريا على الأراضي لجمهورية العراق الشقيقة وتستمر في نقل عناصر الميليشيات الإرهابية إلى ليبيا وتمدها بالسلاح ما يشكل اعتداء على السيادة الليبية وتهديدا خطيرا للأمن القومي العربي والأمن والسلم الأقليمي موضحا بأن ما يجري في دولة ليبيا الشقيقة ليس تهديدا لسيادة واستقرار ليبيا فحسب بل هو تهديد خطير للأمن القومي لجمهورية مصر العربية التي ما تزال تبدل جهودا مخلصة لحقن دماء الليبيين وتوصل إلى حل سياسي بين الأطراف المتصارعة وقد صدر عن مجلس جامعة الدول العربية قرارات أكدت على دعم العمل للعربي المشرك بينها الاستفادة من إمكانية مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي والمراكز المشابهة في الدول العربية الخاصة بمراكز مكافحة الإرهاب وحوار الأديان وعرب المجلس عن استنكاره وإدانته للتدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ومساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعارات الطائفية ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار وتأسيسها جماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وذراعيه كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية وحزب الله الإرهابي الذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولية وأكد المجلس على دعم مملكة البحرين في جميع ما تتخذه من إجراءات وخطوات لمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية للحفاظ على أمنها والاستقرارها مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية التي تمكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية والقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ تلك المخططات المدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الإرهابي مرحبا بوضع أسماء بعض الأشخاص الذين ينتمون لما يسمى بسراي الأشتر الإرهابية في مملكة البحرين على قائمة الإرهابيين معتبرين أن هذا الموقف يعكس إصرار دول العالم على التصدي لكل أشكال الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي وكل ما يقوم بدعمه أو التحريض عليه أو التعاطف معه ويمثل دعما لجهود البحرين والإجراءات التي تقوم بها في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم فيها كما دعى المجلس مجلس جامعة الدول العربية إعادة ترشيح مملكة البحرين لعدد من المناصب الدولية وأكد المجلس مجددا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعا وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة وعاصمتها دولة فلسطين وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة أراضيها المحتلة بما فيها القدس الشرقية كما أكد المجلس على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وناقش المجلس العديد من القضايا بينها الوضع في دولة ليبيا والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية والقضايا الخاصة بالعمل العربي المشرك وعلاقات الدول العربية بالتجمعات الإقليمية والدولية وعدد من المواضيع الاجتماعية وحقوق الإنسان كما صدر عن المجلس الوزرية بيان تضامن مع جمهورية السودان بهدف مواجهة تداعيات كارثة الفيضانات وتوفير الإغاثة العاجلة بالتنسيق مع حكومة السودان وبيان بشان التضامن مع جمهورية لبنان في مواجهة كارثة تفجير مرفع بيروت